الأخت الفاضلة بتقول لي يا شيخ أنا حلفت يمين ودلوقتي عايزة أرجع فيه لأنه كان يمين قطيعة رحم فأعمل إيه لو تكرمت عايزة أرجع في اليمين طيب إخوانا الكرام سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم من يصل الإسلام أن جعل لنا مخرجا في هذه الحال يعني إيه الكلام ده يعني أنا النهار ده وليكن حلفت إن أنا ما روحش عند أخويا ما روحش عند أمي ما روحش عندي صحبي وبعدين رئيت الخير في خلاف يمين يبقى لنا حلفته ما فوش خير طيب هل تأخذني العزة بالإثم وكمل في اليمين لا أما لا أعمل إيه كفر عن يمينك وافعل خلاف ما حلفت عليه ففيه الخير أعمل إيه أطعم عشرة مساكين أو اكسيهم أو لو أنت مش لاقي خالص ثلاثة أيام صيام وتاني بقول الكفارة مش بالمزاج الكفارة يا جماعة لازم فيها نص فنص القرآن ألنا فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقب فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم وأحفظوا أهم؟